السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي بحلقة جديدة حلقات الذكر إن شاء الله تعالى وإحنا نتكلم فيها عن عباد الله المخلصين عباد الله المخلصين أو عباد الله المخلصين عباد الله المخلصين هم عباد الله سبحانه وتعالى الذي يستفقهم الله سبحانه وتعالى وتغهرهم لهذه الصفة وهي صفة الإخلاص وهما بيفنون حياتهم وطاعتهم وعبادتهم كلها لله سبحانه وتعالى ودايما دايما بيكونوا من عباد الله سبحانه وتعالى المخلصين هنتعرف مع بعض منهم عباد الله المخلصين وإيه هي صفتهم وإيه هي مميزتهم وما ليه بيعملوا كده أنهما يكونوا مخلصين تعالوا معنا ويلا بينا حبيبتي سبحانه الله العظيم اللهم إني انتبرأ من حولي وقوتي لحول الله وقوتي اللهم صلو وسلم وبرك على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم الحلقة دي بصراحة من أجمل الحلقات اللي كان نفسي أحضرها في أول درس من دروس لأنه بدأت أتحدث فيها عن العلاقات الزوجية كان نفسي أعمله أول درس أو أول يوتيوب أعمله ولكن أنا أجلته عشان القناة تشتغلوا بإذن الله فإنها هتشتغل بإذن الله أنا واثقة اه في الله سبحانه وتعالى أنه من بعد الدرس دا القناة ها بتتميني بالإشتراكات قتير إن شاء الله تعالى وإلايقات كتيرا إن شاء الله ونفسيоб pous fgh! يوصل لالف لايك. اه ان شاء الله تعالى وانا وثقة في الله سبحانه وتعالى انا عندي مشاهدين وطبعين اه بيحبوني ويحبوا ساعدني. اه المهم معنا في عباد الله المخلصين. اه في نفسة بسيطة يعني الانسان لازم دايما دايما اه يخلص عمله لله سبحانه وتعالى. اه يعني كناست تتبخت. اه غسلت. اه اه احسنت حسن التبعن لزوجي. اه عملت تربيه اولادي. نظفت بيتي. عملت عملت. عملت. اتعاملت مع حماية او حماتي. اه كلمت الناس. قبلت اصدقاء كله 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 لله سبحانه وتعالى. افني حياتك وطاعتك كلها لله سبحانه وتعالى. لان اه لما تعمل كده هتنور الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. لان الذي يعطي الاجر والذي يعطي الثواب هو الله سبحانه وتعالى. فاحنا نعمل العبادة عشان ننور بها عمل الله سبحانه وتعالى. فدايما دايما في كل ليلة وكل وقت وكل ساعة وكل دقيقة نسيته ده او بعد او قبل في الليل قبل ما تنامي اقولي اللهم اجعل عمل هذا اليوم كله خارصا لوجه الله الكريم. وعشان ما نظلمش نفسنا ونكون نسينا حاجة وحاجة واحد مننا او عمل عملنا خالصا لوجه الله او نسينا لننور الاخلاص واشرقنا بالله سبحانه وتعالى تعالي بالليل اولي دفس الكلام ولكن تقولي اللهم اجعل حياتي ومحيا يوم ماتي لله رب العالمين وكل ما مضى وكل ما يأتي وهو كل صغير وكبير من الاعمال اللهم اجعله خالصا. لماذا الشيطان ليس له سبيل على عباد الله المخلصين اه الا ان الشيطان اه ليس ليس للشيطان عليهم سبيل او سلطان او تأثير حيث اقسم ان يغوي الناس جميعا الا المخلصين. فما داخل الشيطان الى انفسهم مغلقة لانهم جردوا انفسهم لله وحده. واتصلوا به وعبدوا حق عباده. فاستخلصهم الله لنفسي عز وجل كما اخلصوا انفسهم لله وحماهم ورعاهم من اغواء الشيطان. تفسير الاية بصورة الصفات اللي هي 42 الى الاية 43 اللي هي عباد الله المخلصين. اه سبحانه رعزي منهم اخلصوا فاخلصوا. اه اخلصوا اعمالهم لله سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى جعلهم من المخلصين اه اي طهروا من كل شائبة. اه كن مخلص ليجعلك الله مخلصا نقيا طهر. وتفسير الاية اه ان الله سبحانه وتعالى اقصى وعزتي وجلالي. لا اقبض عبدي المؤمن وانا احب ان ارحمه. الا بتليته بكل شيء سيئة. كان عملها سقما. سقما في جسده او اقتارا في رزقي او مصيبة او مصيبة في ماله وولدي. حتى اه حتى ابلغ منه مثل الظر. فاذا ابقى عليه شيء. فاذا ابقى عليه شيء شددت عليه سكرات الموت. حتى يلقاني كيوم ولدته امه. جعلنا الله واياكم يا رب العالمين منهم. واللهم اجعلنا اعمالنا كلها خالصا نيواجهك الكريم. وارزقنا الاخلاص في القولة وفي العمل. اللهم بتقبل مني عمل كله خالصا نيواجه الله الكريم. دائما دائما ذكري نفسك بالاخلاص حتى يدخل في قلبك ويجعلك اللهم من المخلصين. اه ان انا بقوله وانا محضرها من قلبي اه غير اللي انا بكون كتباة ومذكري مع ان انا ذكرت جامل في الحلقة دي من شاء الله هكتبها بازن الله. وهكلم قصدي معك دلوقتي فيها بالايات والاحديث. اه ونتكلم. اه فالاية دي ربنا سبحانه وتعالى اه الشيطان كلم الله سبحانه وتعالى. وقال له ان انا مش هادر اغوي عبادك دول او الناس دي الا الناس اللي هي مخلصة. يعني ايه الناس المخلصة? اللي دايما دايما بتخلص العمل لله سبحانه وتعالى. يعني انت لو فضلت تخلص العمل لله سبحانه وتعالى. او انت يا رجل اه حاولت ان انت او اي حد في الدنيا بنت ولد اصغير كبير اخلص الدين لله سبحانه وتعالى. الشيطان ابدا ابدا ليس له سلطانا عليك. ولا هيقدر يوسوس لك في في اليوم ده. ولا هيقدر ينكد عليك حياتك. ولا هيقدر يخلي اه يومك منغس ومليان نكد ولا يقدر يصلت علي عليك جنوده وشروره وهمزي ولمزي واتباعه واشياعه عليك عشان نتعسل الله سبحانه وتعالى. الا عبادك من هم المخلصين. يعني يا ربي يا ربي ارزقني وارزقكم الاخلاص في القول وفي العمل وفي كل ساعة نحنا نعملها يا ربي تقبل مننا صغير وكبير ويجعل عملنا كله خرصا نواجه الله ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشرك الاكبر والشرك الاصغر في عملنا كلها. ونقول كلنا مع بعض اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلمه واستغفرك ما لا اعلمه. ده دعاء احنا بنقوله في الاسكار كل يوم ثلاث مرات آآ في الصبح وفي الليل. اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. نقول مع بعض تاني اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. فالدعاء ده يمح عنك صغار الشرك وكبار الشرك بالله سبحانه وتعالى. يعني لما انت تعمل العمل كله سبحانه وتعالى يعني مثلا آآ نضفت البيت النهاردة وحميتي الولاد وخلت الشقة جميلة وبيتك بقى زي الفل وتقولي ايه آآ اياكش يعجب زوجي ما هو كل يوم ما فيش حاجة عجباة ما فيش حاجة آآ بيحبها وبيطلع القطط الفطسة في البيت وويويويويويويوي وتلاقي الشيطان يسولك وتلاقي نفسك في الاخر. ما خدتيش اجر اي عمل من الاعمال الشاقة المنزلية اللي احنا بنعملها كل يوم ديا ولا خدت انتفت حسنة. ده انت كده اشركت بالله سبحانه وتعالى. عملت العمل ده عشان يعجب مين يعجب زوجك. لا استغفر الله العظيم. احنا بنعمل اعمالنا كلها لله سبحانه وتعالى. انما نعمل لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. احنا بنعمل حياتنا كلها لله. حياتي كلها لله. اكل طبخ لبس. تنظيف تعليم اولاد. تحفيز قرآن. اه بتحضر درسي بتكراء كتاب. بتكراء القرآن الكريم. بتحفظي القرآن الكريم. اللهم جاء. عملي كله خالصا لواجهك الكريم. اه فيه اخوات تقول لنا انا مش بعرف اه اه يجيلي الاخلاص. انا دايما الشيطان بيوسوس ليقولي ازاي انت بتخلص العمل لله. ده عملك ده مش مقبول. يستحالى العمل ان انت عملتلي داية قبل. ارجع واقول لها جددي نية. واقولي مرة واثنين وثلاثة الحاد دم الاخلاص يجي في قلبك. وتلاقي نفسك دايما دايما بتكرري. اللهم اجعل عملي خالصا لواجه الله الكريم. عمر ما هيجي في قلبك الاخلاص من يوم وليلا. الاخلاص هيجي معك بالتكرار. والاخلاص هيجي معك دايما وانت نيتك مسح صحة. وانتي مسح صحة كده ومركزة. ان عملك دي بتعملها من? بعملها لله سبحانه وتعالى. اللهم اجعل عملي كله خالصا لواجهك الكريم. بتجلي كتير شكاوي من اخوات بيشتكوا ان هم بيعملوا ونظفوا الحماوتهم وحماوتهم مش بيتنفع ولا بيرضي. كتير من النساء بتشتك ان هي بتحب حمتها بتخلي بالها من حمتها وحمتها القروبة وحمتها القرشانة وحمها المش عارفة ايه والايه والايه وبتخلي بالها منهم وبتعملوا وبيتمرش فيها ودايما دايما تشتكي من الحماة اللي هي ام الزوج اللي هي مفروض تشيلها على راسها واللي مفروض تحبها وتعاملها احسن معاملة كما هي تريد نفس المعاملة دي اللي هي ترضى على نفسها ترضى على الاخرين. لو انتي عملت بس اخلصت النية لله سبحانه وتعالى وقلت يا رب اجعل معاملتي الحماة او حماية باخوة زوجي خالصة لوجهك الكريم والله والله لا تجني ثمار هذا الاخلاص وهتشوفه بعينك محبة الناس ليك عملة ازاي? وهتلاقي سبحانه الله العظيم ثمار الاخلاص دي هتشوفيها والله ان شاء الله وعن ثقة ويقينا ان ربنا يفتح عليك فواتح كتير قوي الاخلاص ده بقى سبحانه الله العظيم بينقل قلب من الشوائب الاغلال اللي على على القلب والاحقاد اللي على القلب والحسد والغل بيخلي القلب ده صافي وجميل وبين وبين ربنا كده ايه عمار تحس انك انت بينك وبين ربنا كده نور النور ده انت ماشي في نور الله ونماشي معيه ت الله سبحانه وتعالى ليه? لان عمل الكله خالصا لوجه الله الكريم وخصوصا اولادنا تعبلنا جدا في تربيتهم في هذا الزمان الله يصلح حالنا وحال اولادنا جميعا يا ربي دي اولادنا واولاد امة محمد صلى الله عليه وسلم احسن العمل ده اقول يا رب جعل تربيت اولادي خالصا لوجهك الكريم بحولك وهي صفات عباد الله المخلصين زي ما قلنا من شوية اللي هما بينفونا حياتهم كلها ومحبتهم لله سبحانه وتعالى واخلاصهم والقضوع لله سبحانه وتعالى في العباد في عبادتهم وطاعتهم لله سبحانه وتعالى اتنين صدر منقية فارغة من ايه الاحقاد عباد الله بقى المخلصين هما الذين اخلصهم لله تعالى واستفاههم الله سبحانه وتعالى واختارهم سبحانه وتعالى لطاعتهم سبحانه وتعالى اما المخلصون فهم الذين اخلصوا لله تعالى في اعمالهم في عباد اه اه فاعبدوه عبادة خالصة تمام ووردت كلمة المخلصين بفتح اللام في مواضع عديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى يستخلص من عبادة المؤمنين وجعله موضع فيهم صفات الكمال والتقوى من هم بقى اللي فيهم صفات الكمال والتقوى اللي هم الأنبياء عليه وسلام ومنهم المؤمنون عموما المؤمنون عموما اللهم جعلنا من المؤمنين الذين يتصفونه بايه بالصفات الاخلاص ومن ذلك نستنتج وجود درجات اعلى من درجة الاخلاص وهي درجة التي يتحول فيها المسلم من راتبة المخلص الى راتبة عباد الله المخلصين انا كنت بكرة زمان ان انا ما اكون مخلصة ان اقول يا اللهم اجعل عملي خالصا لواجه الله الكريم ولكن سبحانه الله العظيم وجدت المعلومات القيمة اللي انا ما لا بحكيها لكم دي جميلة جدا اللي هي ان الواحد يتحول من مرتبة المسلم فيها من راتبة المخلصين الى مرتبة عباد الله المخلصين راتبة المخلصين يعني الى عباد الله المخلصين الا عبادك منهم المخلصين تمام وهذه الدرجة لا يصل اليها الا القليل من المسلمين اللهم اجعلنا من عبادك القليل هذه وعباد الله المخلصين خصهم الله سبحانه وتعالى بميزات ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الله سبحانه وتعالى فين في القرآن الكريم وذكرها رسول صلى الله عليه وسلم فين رسول صلى الله عليه وسلم ذكرها فين في سنته الشريفة انتظركم ان شاء الله في درس تاني عشان ما طولش عليك وكده معنا اربعتشر دقيقة والله ما اجعل هذا الدرس خالص اني واجه الله الكريم يا رب يوصل لالف لايك واكتر 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 ان شاء الله تعالى ما تنسوش الاشتراك واللايك ويريد تشيروه كمان لجميع اصحابكم والله ما اجعل هذا التسجيل وكل جميع التسجيلات اللي انا عملتها خالص اني واجه الله الكريم ونلقاكم على خير وما توفيق الا بالله عليه توكلت وآله اني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واختكم في الله باع الله